الفنانة السعودية شاليمار شاربتلي شاركت في معرض بيك بويس تويس في أبو ظبي وكانت شاليمار اختيرت لتمثيل فرنسا في المعرض الدولي الذي يقام على أرض المعرض الدولية بباريس في شهر ديسمبر المقبل وذلك عبر الرسم على دراجة نارية وتشتهر شاليمار بابتكارها لفن عصري جديد ترسمه على سيارات من بينها كانت سيارة كاريرا بورش أثارت العجابة في المعرض الدولي المتخصصة في مجال السيارات عودت مجددا إليك هنا في رستودية فنانة تشكيلي سعودية شاليمار شاربتلي أهلا بك مجددا بداية لو تحدثين أكثر عن مشاركتك في هذا المعرض أبتدأ في مشاركة معرض ده ولا أبتدأ عن مشوار الفني عشان بدأتوا في المشوار الفني وبعدين رحتوا على المعرض نبدأ بمشوارك الفني سننتقل إلى المعرض المشوار الفني من بعيد جدا الوالدة خريجة فنون جميلة فأنا فتحت عيوني في غالري ما فتحتش دي أي طفل عيوني أني أنا عندي لعبة وعندي دول ولا نونوكس ما عنديش دي الكعجاب فتحت عيوني على ألوان وعلى كتب فيها شعقال ودافنشي وجوغان واختلفت طفولتي تماما وبالتالي لونت أو توزعت الألوان في عيوني من الطفولة بشكل مختلف على أي طفل آخر إلى جانب أن الوالدة لأنه أنا كنت بنت على أربع أولاد فطول الوقت كل الأهمية كانت لها أنا في مجال الفن بفضل ربنا كانت هواية كبيرة الحمد لله 13 سنة رحت مجلة صباح الخير من القاهرة لو أستاذ عبد العالد ديراكت قلت له أنا بأرسم كده ثاني يوم كلم رئيس التحرير عملوا لحوار كانت عودة العلاقات المصرية السعودية وقتها بقوة ووضعت على غلاف رسم الرسامة الكبيرة عبد العالي الله يشفيه ربه يديله الصحة والعمر ومن هنا بدأ المشوار الفن لنتحدث عن المعارض الآن المعارض الآن هو جاء بعد معرض مونديال دو فرانس اللي هو 2014 شاركت بالموذينج أرد زي ما حضرتك تفضلتي أنه أنا بأحاول أنقل الفن من المعارض إلى الشوارع لأنه الفن التشكيلي للأسف الشديد هو كأنه فقط لجماعة النخبة أو المتباهمين هذه الدول العربية ما عندها ثقافة تشكيلية ربما يكون عندها شعر وكلمات وفكر ولكن الفن التشكيلي بحكم الإيكولوجي أو جغرافية المكان ما نحن ضليعين فيها بالنسبة للفن التشكيلي قدمت ذا الفن وبعدين أنا صرت يجيني شعور بالفراغ والغربة لما ألاقي كل السيارات وإحساس ألمنيوم حتى لو تغيرت الألوانية كلها أخضر أبيض أصفر أسود ما في شيء يعني بيغيروا الهندسة الخارجية أو الداخلية ولكن اللون إن هذا الغريب أن نرى فتاة توظف هذا الفن التشكيلي في السيارات يعني غالبا مرة نرى ربما هذا النوع من الفنون للسيارات ربما يتش إليه الرجال أكثر لا الفنان ليس للفنان إطلاقا لا جنسية ولا يعني فامنا ولا مسكولا يعني مش يعني الموهبة لكن هنا لكي تفضيل ربما بشكل عام هو كانت فكرتي أنا أنه أنا ماشي في الطريق ومعايا سيارة حلوة سواء أنا بسوقها في الخارج أو أنا في بلدي راكبتها أنا مش حابة شكل الشارع وهو كل سيارات هي شبيهة وحدة يعني أنا مش حابة هذا الإحساس طيب سيدة شليمر لديك مسيرة فنية حافلة ولديك خبرة ليس فقط في الوطن العربي بل في الخارج في الغرب أيضا كيف تفسرين وصول فنانة سعودية إلى ما وصلت إليه شوفي أعتقد أنه هو توفيق من رب العالمين يعني دي رقم واحد رقم اثنين كان المنبت الأساسي للنجاح القاهرة والسعودية الوطن يعني بلدي لعبة دور كبير وانا وصلت وانا صرد حين وقدمك فنانة تشكيلية عالمية أو دولية لأنك إذا لم تأخذ الشرعية من وطنك حقيقة فأنت بالتالي مرفوضة من الأوطان الأخرى ولكن أن تكوني أول فنانة عربية تختار فرنسا لتمثيلها في معرض دولي لا مش بمثل فرنسا لا لازم أقول لك الموضوع شو علشان كلمة تمثيل فرنسا قد تضرني أنا وأنا شديدة الانتماء لسعودية هم اختاروا الرسام ولم يختاروا الجنسية لأنه أنا كان في تاريخ المونديال الفرنسي كنت أول فنان تشكيلي في تاريخ المونديال يرسم سيارة وألاقت إقبال وتعرضت بمليون يورو نص فهم اختاروا هذا الرسام هم مشكلتهم أنت سعودية أنت عراقية أنت واتأذر إيش اللي تكوني هم اختاروا هذا الفنان أو إيطالية واتأذر لكن لما نكون هذا هو الرسم الذي تم اختياره وبتأكيد سيقال من هو الرسام سيقال بأن هذه الشرطة مرشان لكلي سعودية لا تمثلي فرنسا أنت هم اختاروك لحين الفن مثلا أنت ستلاقي فانغوخ في باريس هو هولانتي ستلاقي دافانشي إيطالي في باريس الموناليزا أو شيئا كتير ستلاقي يعني كل الفنانين العالمين هل تعرضت لأي مضايقات كونك امرأة وكونك سعودية إطلاقا لا تعرضت لمضايقات من السعودية وكالدابة اللي يقول لك كده وإلا ما كنت أنا زماني موجودة معاكم هنا وفي كل المحطات الدولية والعالمية والمحطات المهمة إطلاقا البني آدم إذا كان عندك رسالة حقيقية وإنسان قادر على مواجهة كل المشاكل اللي كي تصري بس في الأساس أنت بني آدم عندك موهبة كبيرة فحتلاقي مين يوقف جنبك ويساعدك على ذكر الرسالة التي تتحدثين عنها الرسالة لكل فنان وعلى ذكر فرنسا برأيك كيف يسهم اليوم الفن في مكافحة الإرهاب شوفي أنا أقول لك على حاش أنا أتصور أن كل فنان عربي هو سفير هذا الوقت الحقيقي أن يذهب الفنانين في كل مجالاته الموزيسيان والرسام والآديب والكاتب والشاعر لأن هذه يسموها القوى النعمة القوى النعمة هي أكبر دلالة وأكبر وجود على أنه في جماعة مع السلام ومع البيس وتخاطب الإنسانية لا تخاطب الجنسيات ولا تخاطب الأديان وأعتقد أن هذا الوقت الحقيقي يعني أنا لو أنا كان لي مجال في صناعة القرار العربي أتصور أنه يجب أن يجلس مجلس التعاون ومصر والعراق وكل الدول العربية أو سوريا ولبنان وكلهم في مجاله ويرسلوا كل القوى النعمة مش الممثلين والمغنيين الموضوع هذا خلاص اختلف الناس ترى أنه الفنانين فقط مش تقليلا من الفنانين أو الممثلات أو الممثلين ولكن كل الناس ترى أنه هو دي القوى النعمة لا القوى النعمة مشكلة خالفة لكن هناك مشكلة القوى النعمة في أوروبا هي في كل المجالات التي هم يحترموها اللي هو الفن التشكيلي نمبر ون في كل ما يهتم بالأوروبين دائما الفن التشكيلي جميل ولكن هناك الآن ظاهرة مؤخرا باتت تنتشر ربما سنسمع عنها أيضا مجددا ظاهرة الإسلاموفوبيا بعض هجمات باريس ما الذي يمكن أن نفعله أنت كفنانة تشكيلي هو حالة اللي أنا أقول أن كل بني آدم هو السفير لوطنه حقيقي من القوى النعمة يجب أن يكون لي دور علشان يرسل الإنسان وأنا الكلام هذا قلت في منتقار قبل الهجمات الأخيرة على باريس أنه يجب أنك طوال الوقت تثبت أنه في عرب قادرين على تجاوز الأديان والجينسيات وعندهم فن راقي يعني الصورة الجميلة عن العرب لكن فكرة الإسلاموفوبيا ومش الإسلاموفوبيا صانعين أنا أريد أن نتطرق بعد إلى موضوع ولكن لضيق الوقت باختصار أنت أيضا مصممة أزياء لا برضو موفينغ آرت يعني أنت نقلت اللوحة للفيتمون وللفستان والفسادين أيضا أنا نقلت لوحاتي والديزاين مش ديزاينر يعني أنا مثلا بصمم فقط فساتين أنا بحط كمان عليها لوحات شكرا جزيلا لك الفنانة التشكيلية السعودية شالي مارا شربتلي شكرا لك على هذا الحديث شكرا لكم وعلى لقاءكم شكرا لكم